وقل ربي زدني يا علم يوم كانت الإجازة تبدأ الخميس الأربعة فاجتمعوا قد هيئت الحكومة وقت الملك فهد رحمهم الله طائرة للشيخ ومرافقه درجة تجمع الإخوان وركبوا الطائرة الساعة الخامسة ودرجة في المدرج وباقي على الأذان أقل من ساعة كان شيخنا يلبس ملابس إحرامه في البيت ويضع عمامته على رأسه والبشت فوق ذلك لأنه كفيف فيحتاج أهله أن يهيئوه فلأ يوم جلس على الكرسي نثر البشت فبان إحرامه وأزال العمامة كنا وراءه رحمه الله يعطونا ماء فقال له مرافقه وهو ابن عم الشيخ عبد يزي بن ناصر إحسن الله إليك باقي قل من ساعة أني خابر عطونا ماء فراجعوه فقال هداكم الله عطونا ماء فناولوه كوبا من الماء فسمى بالله فشربه شرب الماء فسألته رحمه الله أهذه سنة قال نعم إنها سنة أن يفطر المسافر في سفره قلت من الحديث ليس من البر السوف السفر قال نعم ففطرنا هنا أفضل أفضل من صيامنا رحمه الله رحمة ورسيح هذا فقه العظيم وليس فقط في فقه المسألة بل في فقه مقاصد الشرع وإرضاء ربنا سبحانه وتعالى وهو بهذا يطلب الكمال وهو البر أسأل الله جل وعلا أن يجعله في الدرجات العلى من الجنة ووالدين ومشايخنا وذرارينا وولاتنا وجميع المسلمين اللهم صلي وسلم رسول الله شكرا للمشاهدين ووالدين ورسى رحمة ورسيح